صغير زكراوي المواطن يوم خمسة وعشرين جويلية بالظروف الحالية وبالتمشي الحالي مش يمشي للاستفتاة مش يشارك مش يصوت بنعم او لا? لا انا معناتها ما نحب يمكن ما نتنقل الجملة واحد ممكن نعمل ورقة بيضة ممكن يعني ما نصورش حتى باش نتحمل عناء الزهابي ياما مش تقاطع ياما مش صوت بلا في هذا الاستفتاة ياما ياما مقاطع اصلا مقاطع ما نمشيش باللي هذا ستقاطع الاستفتاس غير زكراوي لا ستقاطع وانت احد اشد المدافعين عن هذا المسار مسار خمسة وعشرين جويلية اسمك ارتبط بهذا المسار في اذانة وانسا لا المسار لم يعد مسار هنا يعني تتبرأ من هذا المسار اليوم سي صغير تدخل لي مانيش ماشي نصوت انت الان تتبرأ ومن يتبرأ عليه ان يعتذر هذا المسار هذا المسار هو مسار السيد الرئيس وليس مسار هنا هل استشار المكونات المجتمع هل استشار العزاب يعني انا كنمشي وكأنني موافق على النهج والتمشي الذي انتهجه الرئيس هذا غير معقول لو لا يحصل الرئيس على اغلبية مع هذا الدستور الجديد المرتقب دستور الجمهورية الجديدة صغير زكراوي شنو ممكن شنو ويرد شنو سيناريوات الدستورية والسياسية الممكنة جدل كبير اليوم نزار الشعري قريت له تدوين رئيس حركة قرطاج الجديدة يقولك بالاضافة للتصويت على الدستور بنعم ام لا على السيد رئيسا ويحط سؤال لتوين سهل انتم مع بقائي ام مع ذهبي مع رحيلي لا وقتها بشي يولي بلي بي سيت ما عندش استفتاء لما نربطها بشخص سيصور ام بلي بي سيت يعني تصويت على شخص وليس على دستور وهذا يعني من انحرافات الاستفتاء انه يصبح تصويت على شخص اذا يفشل في تمرير هذا الدستور الرئيس قيسي سعيد مطالب الاستقال لديك اي دستور ساعد يعني حتى الوصول لنسخة من دستور يعظى على الاستفتاء هذا تستبعده حاليا صغير زكراو لا في الاجال اسعي برشة في الاجال هذه اسعي برشة انا على الاقل المواندرومال على الاقل ان اجله ويراجع سيد الرئيس اختيارته وانه تصبح لهذه اللجنة روى اللجنة اسلوب كذلك الديمقراطية في كتاب الدستور بعد ذلك يقع المصادق عليه على الاستفتاء يعني بطبيعة الاضفاء مشروعية يعني جايز وانه لجنة تكتب الدستور نربحه شوية وقت وجربنا الاساليب الديمقراطية اللي هو المجال التأسيسية وفشلنا فيها وعطانا الدستور هذا ولكن المدة القصيرة لكتاب الدستور في هذا الظروف المتشنجة وهذه التجاذبات بعد حال سوف لن يكون المولود سيكون المولود مشوها محمد غير زكراوي وستاذ القانون العام بالجامعة التونسية شكرا لك على حضورك معنا الحوارات معك ديما ممتعة ومفيدة سيصغير شكرا على كل هذه الإفادات وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر